أعتقد لو لم يكن هذه البيئة الصالحة فكرياً بحيث تستفزه ليكون لديه ما يسمى بالجدل والنقيد كنت أعتقد أنه لن يكون بهذه القدرة على إنتاج غزارة من هذا فكانت لديه بيئة أو فرصة مناسبة لصبر غور ما هو موجود أصولياً وما استفزه بمنطقه وفكره النقدي وبالتالي أخرج هذا النوع من الكتابات وبذات الوقت الأثر السلبي كان في ردة الفعل في كيفية التعامل مع فكره ليس فقط على المستوى الجامعة الجامعة ليفترض أنها تكون منطقة النخبة والمفكرين والذين يفهمون ما يعني بكل كلمة وخصوصاً بالفلسفة وبتخصص اللغة العربية ولكن الإشكالية في الجمهور والمواطن العربي البسيط والمصري الذي كان في ذلك الوقت مستفز أكثر بتتمثله لكثير من الكتابات التي على مدار سنوات طويلة أعتقد أنها أثرت بشكل سلبي دون التمحيص نقدياً بطريقة عقلية واقعية يعني حضرتك بتقولي أن مسألة ظهور الإسلام السياسي وهذا الصدام حدم نشر الفكرة يعني يعني أعطاها الزخم لكن من الممكن أنها تكون الخطوات كانت ممكن تكون أكثر هدوءاً وأكثر إلماماً وأكثر عرضاً وكم مشروعه هيكتمل لكن هي مسألة موازنة يعني أعتقد أنه هو يتمتع بجرأة كبيرة بتلك الفترة وهو بمثابة شخص يعني مرتد على حتى أستاذه حسن حنفي تعدى وتخطى بالفكر وتقاوزه تقاوز هذه المسألة